هيلاريك كلينتون النموذج الذي قدمته الولايات المتحدة بوصفها المرأة المثقفة ذات الحضور المجتمعي البارز والسياسية المحنكة التي وقفت في وجه أعت رجال الحكم خلال العقدين الأخيرين وهكذا بدأت كلينتون في نظر شريحة واسعة من الشعب الأمريكي لكنها اليوم وبعد عملية طفان الأقصى يبدو أن شعبيتها بين النساء والرجال في تدهور فقد باتت في مرمى سهام كثيرين وأينما ولت وجهها يتهمونها بالمشاركة في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة الفيديو الذي سنعرضه عليكم مشاهدين يظهر ناشطين أمريكيين مناهضين لإسرائيل خلال خطابها في فعالية مؤسسة السينما من أجل السلام في بيرلين بألمانيا بعد أن صرحت بأن غير مصدومة في مقتل هذا العدد الكبير من مدني غزة إذ قال أحدهم كيف تجرؤين على التحدث عن حقوق الإنسان بينما يقتل الفلسطينيون إنها إبادة جماعية بينما هاجمها آخرون بقولهم يجب أن تخجل من نفسك لأن يديكي ملتختاني في دماء الفلسطينيين أمشايا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر